قدرنا نعلم الإنتليجانس الأرتيفيسيال إذا نتضحك هي بتعرف أنه نحن مبسوطين وقتنا نعمل حالنا زعلانيا بتعرف أنه نحن زعلانيا هالبرنامج منه مخترع بشركة متخصصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بل هو نتيجة شغل فريق من تلميز أعمارهم 12 سنة بإحدى المدارس الخاصة ضمن صف التكنولوجيا عملنا دستانس على 10 سنتيمتر إذا كان تحت 10 بيزمير إذا كان أعلى بيوال هو البروغرام بيكون محضر دجا بس فينا نعمل تعديلات على الكود لنغير الأوردر والوقت طبع اللامبات أمت بيدورو أمت بيطفو هالمدرسة قررت من سنتين تدخل على منهجة تعليمي حصص تكنولوجيا وذكاء استناعي كما دمجة ببعض المواد التعليمية مثل الرياضيات طائفية الموادر قررت ببليش ركب مدرستي بقلب ماينكرافت اشتغلنا على شوتينج جيم كان معنا تقريباً أربع ساعات لنشتغل عليها ونخلصها هيدا الأب أنا ركبت للديزاين والكودينج كما نقدر يطلع لنا حيالاً شي نرسمه اشتغلنا على ثلاثة أطولية AI انجينير للإكبار وأب ديفلوبر وغيم ديفلوبر للإصغار ولأنها المدرسة نموذج على شو بتطمح له المدارس بلبنان أعمال مؤتمر EduTech 2023 تحت عنوان أهمية الذكاء الاصطناعي بعملية التحول التربوي بهدف وضع خارط الطريق لإدخال الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي بالمناهج التعليمية هناك مساعدات متخصصة تأتي من الخارج لدعم موضوع إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسات التربوية عم نسعى لنحقق هذا الحق عند تلميذنا يصيروا هني متكرين صحيح أن المدارس بلبنان من أكثر القطاعات المتأثرة جراء الأزمة الاقتصادية لكن الرغبة بالسمود ومواكبة التطور بتبقى أقوى